شاهدين في كل مكان طابط أوقاتكم جميعاً بكل خير وأهلاً ومرحباً بكم ولقاء جديديات جدد بكم وأم الدنيا أم الدنيا النهاردة معانا حلقة أهمة جداً ممكن عايز أرجعكم كده بالذاكرة لعزام عزام كنت كلمتكم عنه قبل كده كده في عجالة لو سألت ناس كتير جداً ماذا تعرف عن عزام 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 هو من أشهر الجواسيس اللي عرفته مصر عزام عزام كان في قضية شهيرة أولاً من هو عزام عزام؟ هو أحد أبناء الطائفة الدورزية دورزي وولاءه وعشقه ودأبه لإسرائيل ده مش كلامي ده كلامه هو واعترافه هو عزام عزام لم يكمل تعليمه والتحق بأحد المدارس الفنية الصناعية وبالفعل اتعلم الميكانيكا بعد ذلك عن طريق أخيه واشتغل في مصانع النسيج الخاصة بالملابس الداخلية الحريمة هي دي المصانع اللي كان بيشتغل فيها عزام كان بيشتغل فيها ميكانيكي للمكن وبيعملوا سيارة بعد اتفاقية السلام سنة 79 كان هناك ما يسمى بالطبيع وكان الطبيع على مراحل زراعي صناعي تجاري سياحي في كل شيء كان فيه طبيع حتى إعلامي وبالمناسبة إعلامي شهير قوي كان في لقاء مشترك ما بين قناة وقناة إسرائيلية أنا مش أقول مين أنت دور عليه وعرف نفسك فكان فيه تطبيع في الصناعة ما بين مصر وإسرائيل خاصة فيما يسمى بعد يعني اتفاقية الكويز كل ده كان في النص التاني من التسعينات يعني من بعد 95 وبالفعل سنة 96 كان موجود عزام عزام في مصر وكان يقيم بفندق السلام بمصر الجديدة وكان يعمل بشركة اسمها الشركة السويسرية للغازل والنسي وكانت متخصصة في هذا القطاع من الملابس الداخلية الحريمة وكان بداية شغله مش شغله بقى كغازل والنسيج لا شغله كتجسس كان فيه 11 مصري من العمال المصريين اللي بيشتغلوا في هذه الصناعة هيتم تدريبهم في إسرائيل وبالفعل عزام هو اللي خد الحداشر دول وبالفعل ذهبوا إلى إسرائيل للتدريب على المكينات اللي موجودة في إسرائيل اللي هيرجعوا يشتغلوا عليها في مصر في الفترة دي كانت هذه الشركات من هذه النوعية عبارة عن شراكة ما بين رجل أعمال مصري ورجل أعمال إسرائيلي زي ما بقول لحضرتك كده وبالأسماء بس أنا حرصا يعني على الأسماء والصمعة مش هزيع أسماء ولكن موجودين وتقدر حالك ترجع للأسماء سواء من الجانب المصري أو من الجانب الصهيوني الإسرائيل وكانت بداية القصة في 11 عامل دول ضمن 11 عامل دول عامل اسمه عماد بيتدرب في أحد المصانع المصنع ده كان فيه عاملة اسمها علا علا دي إسرائيلية بنت 19 سنة بدأ عماد يتعرف عليها وعرض عليها الجواز وقالت له أن أهلي هيرفضه قال لها بس أعرضي على أهلك الجواز وهتاخذي الجنسية المصرية لو الجوازت مصري وما إلى ذلك بالفعل ذهبت ولم تعد في اليوم التالي جات مشرفة هذا المصنع قالت لعماد يا عماد علا ما جاتش ومش جاية وانسى موضوع علا عشان أهلها رفضوا هذا الجواز وانت هتنتقل لمصنع تاني تكمل تدريبك فيه والفعل ينتقل عماد لمصنع تاني في إسرائيل في حتة اسمها عين الأسد ويتدرب في هذا المصنع ويتعرف على مشرفة هذا المصنع اللي اسمها شادية شادية مرحلة لأنها بداية تعارف عماد بشخصيتين تانيين زهرة جريز ومونة شوهنة إسرائيليات برضو وبيتكلموا عربي كويس جدا وبدأ علاقته بشادية أنها قالت له تعالى في يوم الأيام عزمته أنه هما يتساوقوا مع بعض يروحوا يعني تشتري بعض المشتريات عشان تعرفوا بزهرة وبمونة وده تم بدأ يكلم زهرة بال يعني بالسازاجة كده كشاب بسازج لسه ما عندوش خبرة في التعامل يقول لها عايزين يتعرف يعني بطريقة كده فجأ بدأت تخلي زهرة تاخد جنب منه هل ده مدروس هل ده مخطط وارد شغل المخابرات كله فيه كل حاجة وارد ده ممكن تكون بالفعل جال تعليمات ما تتجاوبيش بسهولة وبدأت بالفعل العلاقة تتوضت إلى أن وصلت زهرة بعماد لمرحلة خطيرة جدا إنها كانت بتاخدوا بعربيتها وبيلفوا في بعض شوارع إسرائيل وبيقفوا في أماكن في هذه الأماكن اتصور عماد مع زهرة في أفعال فضح وده اللي قالوا بعد كده أمام يعني جهة التحقيق قال بالفعل في إحدى المرات لقيت زهرة بتاخد اتجاه معين في العربية وفجأة بتيجا عربية ميكروباس عليها ستاير سودة وبتقف قدامنا لسواني وكأنها بتصورنا وبالفعل الصور دي شافها عماد بس في الزيارة التانية لإسرائيل هجلكوا فيها دلوقتي خلال دقائق وبدأت منى وزهرة تعرض على عماد العمل مع المساد بس في الأول بدأ بهزار ما تشتغل هو الشغل مع المساد عيب قال لها لا أنا خاف قالت له ناس كتير في مصر بيشتغلوا مع المساد والجهات المصرية ما تعرفش عنهم حاجة وبدأ بالفعل تشغيل عماد معاهم خلص التدريب بتاعه رجع القاهرة مع الحداشر عامل بدأت تتصل بيه زهرة بعد شوية وقالت له أنا جاية مصر وعايزك تستقبلني في المطار بالفعل عماد يستدعي أحد أصدقائه أحد أصدقائه اللي كان موجود معاه من ضمن الحداشر عامل اسمه وجدي فرج وجدي فرج من إحدى المحافظات الريفية في مصر بالفعل جابوا عربية تقريبا بجول هي سبع راكب واستقبلوا زهرة اللي كان مفروض معاها رجل أعمال إسرائيلي جاي يعمل مصنع غازل ونسيق في مصر بنفس الشغل اللي بيشتغل فيه عماد وفي الوقت ده عارفت زهرة أن عماد ساب الشغل كان مفروض هيستقبلهم من المطار لمحاطة سك حديد رمسيس وبعد كده زهرة تاخد القطر الإسكندرية لإقامتها في فندق فلسطين ولكن طلبت منهم عشان ما ننزلش الحاجة ونحط الحاجة لعربية تودينا فلسطين وده تم وكان معاها عماد وكان معاها وجدي فرج في الوقت ده بقى عماد هو وزهرة بيمشوا مع بعض ووجدي وزهرة وصديقاتها هم اللي مع بعض لدرجة أن وجدي اشتكى لعماد وقال له أنت بتسيبني مع ناس أنا معرفهاش ورجع وجدي في اليوم التاني للقاهرة ورجع بعدي عماد في الوقت ده وقبل ما تيجي زهرة للقاهرة عماد راح لشرطة السياحة يبلغها أن أنا جايلي صديقة إسرائيلية فشرطة السياحة قالوا له أكد علينا المعاد علشان نحميها في خط السرع ملاحظة كده على جمع شرطة السياحة تشتبه في عماد في انتر كونتينتا في القاهرة بس مش نفس الزابط اللي راح له عماد ويتم القبض على عماد في هذا اليوم تاني يوم جاد فيه زهرة مصر ويسلم لأمن الدولة بيلازغلي بمذكرة مكتوبة من هذا الزابط اللي أبض على عماد هل هنا وقع عماد في الفخ؟ أبداً يخلص سبيل عماد في اليوم الثاني وينصح من خلال زباط الأمن الدولة بعدم الانجرار في هذه العلاقة مع زهرة أو الإسرائيليات اللي كانوا موجودين في مصر بشكل قانوني عمال وموجودين واخدين تأشيرات وبيشتغلوا في مصر ويتجولوا في مصر وتمام التماني تنتهي القصة كده؟ لا بدأت زهرة في هذا التوقيت تسأل عماد على بعض الأسئلة في الوقت ده كان فيه عندنا حادث إرهابي لعين كان في فندق أوروبا في شرع الهرم لو تتذكروا بدأت تسأله وتقوله هو الحادث ده تأثيره إيه على السياحة؟ أثر على السياحة المصرية إزاي؟ هل لسه فيه سياح بتيجي ولا لأ؟ طب عدد أجهزة الأمن أو عدد رجال الأمن اللي بيحمل منشآت السياحية؟ طب معاد تغيير الدوريات كل دي معلومات مخابراتية أي جهاز بيعرفها عن أي جهة سواء صديقة أو عدوة وهنا ميزة الجسوس الميداني لأن الناس تقولك إحنا في عصر بقى حديث وإنترنت وواواوا مش محتاجين جسوس لا أبدا سيبقى دور الجسوس والعميل الميداني إلى يوم الدين وبالفعل بدأ يجاوبها الإجابات اللي يقدر يجاوبها عليها لم ينتهي الأمر بعد عادت زهرة إلى إسرائيل بعد هذه الجولة وبدأت تتصل بعماد وقالت له تعالى الأردن وأنا هشغلك وبالفعل يستجيب عماد ويسافر للأردن ليلتقي زهرة في الأول لم تلتقي مباشرة برضو احنا عارفين شغل المخابرات في تشويق وإثارة وبدأت صديقة تانية لزهرة هي اللي تقابل عماد وقالت له زهرة جاية كمان يوم كمان يومين كمان تلاتة حصل مع جمعة الشوان لو تفتكروا الكلام ده وبالفعل قالت له شغلك عندنا في إسرائيل قال لها موافق وطبعا دي كانت قمنات حياته سافر ودخل إسرائيل تاني للمرة التانية هيدخل عماد إسرائيل عن طريق المجر وقابل في هذا التوقيت بقى رجل المساد اللي مفروض أنه هو هيضربه على أعمال التجسس وإزاي يتعلم الحبر السري والمرسلة وما إلى ذلك اسمه ميكي يغوث اللي عرفه بعد كده بماهر في إحدى الصهارات عرفه بماهر اللي طلع ظرف كده في الجلسة وورها لأعمال لأعمال يتضح أن دي الصور اللي اتصورت مع زهرة فيما قبل اللي هو افتكر بعد كده العربية الميكروباسة اللي كاد بتيجي تصوره صور فاضحة لدرجة أنه هو بلغة المصريين تنح للصور دي اتصورت إزاي ودي الدقة وبدأ مهر يقول له خلاص إنت اشتغلت معانا وتيجي بعد شهر ونص الأردن تقابل ميكي يغوث وتاخد منه الراتب الشهري بتاعك اللي كان ألف دولار بالإضافة إلى قيمة المعلومات اللي انت هتجيبها هتاخد عليها فلوس زيادة ايه المعلومات اللي طلبها منه ماهر ودي قضية تجسس اقتصادي وليس سياسي فقط طلب منه معلومات عن المصانع اللي موجودة في مدينة العشر من رمضان وفي 6 أكتوبر عدد هذه المصانع أحجمها عدد المكان اللي فيها عدد العمال الدول اللي بتصدر لها هذه المصانع نوع المنتج اللي بيكون من هذه المصانع معلومات خطيرة وخطيرة للغاية عاد عماد في هذا التوقيت كان شغلة عزام عزام أنه هو بيجهز الناس ويسلمهم للمساد منهم هذا العماد البطل الحقيقي في هذه القضية ليس عزام بل عماد هو الجسوس الفعلي أما عزام لا يطلق عليه كلمة جسوس كلمة جسوس مجازا تطلق على عزام 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 هو عميل وليس جسوس ايه الفرق بين العميل والجسوس؟ الجسوس مهمته فقط تنتهي عند جمع المعلومة وتصدير المعلومة هنا حدث التجسس الواقع المادية تجسس أما العميل دوره أبعد من التجسس فالعميل دوره يمكن أن يقوم بعمل ميداني على أرض الواقع وهذا ما كان يقوم به عزام عزام يتم القابضة على عزام عزام وتنفضح أمور هذه الخلية جميعا ويقبل على عزام عزام من الفندق اللي كان بيعيش فيه ولكن في قصة لازم أحكيها لحضراتكم قبل قصة الأبضاء على عزام عزام قصة الملابس الداخلية زي ما أقول لحضراتك كده من مستندات القضية الملابس الداخلية ولغز القضية وإنجاز لنا التعبير أن عزام عزام هو جاسوس الملابس الداخلية زي ما أقول لحضراتك كده وهم في إسرائيل بيتدربوا عماد قال له أنا عايز عينة من الملابس دي قال له هجيب لك وجاب له عينات شحيحة شوية قطع كده صغيرة يعني قال له أنا عايز كمان قال له خلاص ممكن زهرة تجيب لك باختصار قصة الملابس دي الملابس دي لا تصنع من القطن بشكل مباشر تمتص ولا تشرب أو تشرب ولا تمتص يعني زي السفنجة كده ممكن تجيب كوباية مية تفضي على سفنجة تشرب بالسفنجة المية بس لو عصرت السفنجة تنزل المية تاني هنا مش مية هنا الحبر السري والمواد الكيموية اللي هتستخدم فيه ما بعد للتجسس قادي قصة الملابس الداخلية باختصار عشان بس الوقت بيجري مننا يتم القبض على عزام عزام وكان رقم القضية في هذا التوقيت القضية رقم 1574 لسنة 1996 على ما أتذكر يعني أين كان رقم القضية وكان فيه خطة من الإسرائيليين لتهريب عزام عزام من السجن الخطة كانت كالآتي كان فيه قنصل الإسرائيلي بيزور عزام مع وفد من أسرته وفكروا أنهم يدخلوا أربع قوات كوماندوز مع الزيارة دي تفتح الطريق لبعض القوات التانية اللي في الخارج بص إسرائيل كانت في الوقت ده متمكنة إزاي وموجود عندها قوات وكوماندوز موجودة في مصر في الوقت ده إسرائيل تراجعت فورا يعني الخطة دي تحطت على الترابيزة دي كده زي ما أنت شايف وزي ما تحطت زي ما تلمت زي ما بقولك كده ليه؟ قالك طالما فيها سفير وفيها قنصلية وفيها سفارة هتحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي ده اللي تقال يعني خلينا أقولك كان فيه خطة تانية بديلة باستخدام عميل إسرائيلي واستعانوا بيه في هذه العملية ولكن في النهاية فشلوا فيه تهريب عزام عزام إيه اللي حصل في القضية؟ يترافع محامي عزام عزام ويهتف في المحكمة بشكل مصرحي حضرات المستشارين حضرات القضاء إن هذه القضية هي سياسية بامتياز إن هذه القضية تريد أن تضرب التطبيع مع إسرائيل يا سلام يا سلام يعني التطبيع مع إسرائيل في وجهة نظره أمر مستحسن والقضية دي هتضرب التطبيع مع إسرائيل من هو محامي عزام عزام؟ زي ما حدك شايف كده في الصورة المحامي فريد الديب من قام بتوكيل الديب في هذه القضية؟ وفى أخو عزام عزام وأسعد الأسعد مستشار الرئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الدروز يعني تم توكيل فريد الديب في هذه القضية وحضر الجلسة وطلب الترافع عن عزام عزام مستشار الرئيس الوزراء الإسرائيلي مع وفى عزام صديق عزام عزام يرد المستشار هشام بدوي وكان ممثل الدعاء في هذه القضية كان رئيس نيابة أمن الدولة حينها ويرد على المرافعة ويقول إذا هانت مصر عليكم فلن تهون مصر علينا مهما كانت الأتعاب هو بالضبط قال إذا كانت مصر هانت على المحامي فريد الديب فلن تهون علينا مصر مهما بلغت الأتعاب وده الكلام للمستشار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة ممثل للدعاء في هذه القضية فريد الديب لم يكتفي بهذا وفقط بل أن فريد الديب اتهم الصحفيين في هذا التوقيت طبعا في الوقت ده ما كانش لسه فيه يعني الفضائيات بهذا الزخم اللي احنا موجودين فيه واتهم الصحفيين بتضخيم القضية واتهم محامين زميله بتضخيم القضية وبتربص به لأن كانت نقابة المحامين زي كافة النقابات المهنية منها الصحفيين وغيرها كانت بترفض التعامل مع أي ما هو إسرائيلي كل ما هو إسرائيلي من تطبيع شخصي من علاقة شخصية وبفعلا اخترق الديب هذا الموضوع وكان اللي بيقود الحاملة دي ضده المحامي نبيه الوحش ومجموعة من المحامين وتحكم المحكمة على عزام عزام بكم؟ بالأشغال الشقة المؤقتة 15 سنة وعلى المتهم الأول في هذه القضية عماد إسماعيل 25 سنة أشغال شقة مؤبدة تقريباً ولساً حد لدي في سجن عزام عزام في النهاية أو في القضية أنكر علاقته بالملابس وأنه لم يعطي عماد إسماعيل ملابس ولكن اتواجه باعماد فاعماد قال له أنت لديتني الملابس خاصة للونها أبيض وللونها أسود يرد عليه عزام يقول له أنت واطي وكداب ابن كداب بنفس اللفظ بين قصين يتم الاستشهاد بوجد يفرج من جديد وهو من ضمن الحداشر اللي كانوا موجودين في إسرائيل ويسألوه هل أعطى عزام ملابس لعماد يقول أيوة أعطاله وقال له تحديداً ما تجيبش سيرة بالملابس دي الحد علشان لو اتطلب مني تاني أنا ما عنديش ملابس أديها لحد دي دي الحجة وما تتصرفش في الملابس دي لحد مجيلك ما تتصرفش في الملابس دي لحد مجيلك دي كانت شهادة فرج وجدي فرج عفوا اللي أكدت تورط عزام عزام في هذه القضية التي حكم عليه فيها بخمستاشر سنة لم تنتهي القضية بعد ظلت إسرائيل وراء عزام عزام حتى تم تبادل عزام عزام في مصرحية جديدة وفي فصل جديد من المصرحية في عام 2004 ليلتحف عزام عزام بالعلم الإسرائيلي ويستقبله أرييل شارون رئيس الوزراء الأسبق في الكيان الصهيوني ويستقبل عزام عزام استقبال الفاتحين ما هي المصرحية وما هذا الفصل الجديد ستة طلاب ضلوا الطريق هذا ما أشيع تقبض عليهم إسرائيل في هذا التوقيت ويتم تبادل هؤلاء الستة مع عزام عزام سؤل عزام عزام بعد الإفراج عنه هل كنت تعلم تفاصيل هذه الصفقة وأنت في محبسك قال كنت أعلم طب كان بيعلم إزاي قصة الراديو الترانزيستر كان في زمان كده راديو صغير بإريال بيبقى موجة واحدة طلب من السجن أنه يدخل له هذا الراديو قالوا له اكتب طلب وبالفعل الطلب توافق عليه وحضر القنصل الإسرائيلي علشان يجيب له الراديو قال أنا هبعت السواء يجيب الراديو قالوا له لا إفندم لازم يطلع معك زابط يشتري الراديو ده وبالفعل اشتروا الراديو وسمعت بعد كده أن هم مش هيفرجوا عنهم إلا لما يفرجوا عني حسيت أن أنا هطلع ويفرج عن عزام عزام وفي كلام لحمد بلغيت أمين جامعة الدول العربية كان مندوب مصر في الأمم المتحدة في هذا التوقيت قال لمندوب إسرائيل لما مندوب إسرائيل قال له عايزين نفرج عن عزام عزام قال له بقاله قد إيه قال له بقاله سبع سنين قال له بعد نص المدة كده كده هنطلع حولكم لأن الرئيس وعد أنه هيتطلع عزام عزام ويزدى للسطار على عزام عزام في هذه القضية في 5 ديسمبر 2004 ينتهي قصة عزام عزام رجل المساد الإسرائيلي اللي كلمتكم عنه كان اسمه تسالكا ده كان عميل وعميل غير رسمي يعني مش موظف في المساد و مش ضابط في المساد ولا مدير إدارة ولا تقلد منصب رسمي في هذا التوقيت وكان عميل له قوته انتهت قصة عزام عزام وتم الحكمة أيضا غيابيا على زهر جريس وعلى مونة شوهنة وآخرين في هذه القضية وكانت شبكة كبيرة للتجسس في هذا التوقيت والشاهد هنا دخول هؤلاء كيف دخل عزام عزام مصر دخل بشكل شرعي وطبيعي ولا أجد ختاما أفضل من هذا الختام ولا مقولة أفضل من هذه المقولة للمستشار هشام بدوي أثناء مرافعتي أو أثناء عقدة دي الجلسة وكان ممثنا للإدعاء إن كانت مصر هانت على البعض فلن تهون مصر علينا مهما كانت الأتعاب